السلام عليكم الفنانة أميمة بعزية تعلن خبر حملها بعد فترة قصيرة من تجاوز أزمتها مع زوجها والموت يفجع الفنانة بشرى أهريش في شقيقها أولاً وقبل المشاهدة نرجو منك الضغط على علامة إعجاب للفيديو نشرت الفنانة المغربية الشعبية أميمة بعزية عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام خبر حملها بعد فترة قصيرة من تجاوز أزمتها مع زوجها وشاركت أميمة بعزية هذا الخبر السار مع متابعيها حيث نشرت صوراً لها تظهر فيها ببطن بارزة لتنهال عليها التهاني والتبركات والمتمنيات لها بالولادة على خير وبصحة جيدة وفي السياق ذاته نشر جواد قنان أخصاء التجميل المراكشي نشر صورة جمعته بالفنانة أميمة بعزية وكتب تدوين أرفقها بالصورة قال من خلالها مبروك لحاملة وإن شاء الله بنيتاه وتفاجأ العديد من متابعي الأخيرة ولسيما أنها تكتمت عن الخبر منذ عدة شهور وكانت الفنانة الشعبية قد أعلنت مؤخراً عودتها لزوجها بعد خصام دام لأيام قليلة وخيم الحزن على منزل الفنانة المغربية بشرة أهريش التي أعلنت عن وفاة شقيقها الذي يعتبر من بين أقرب الناس إليها وشاركت الفنانة بشرة أهريش هذا الخبر المحزن مع متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام وذلك بنشر تدوينة عبر خاصية القصص القصيرة وكتبت بشرة أهريش تدوينة قالت من خلالها انتقل أخي سفيان إلى عفو الله مساء اليوم تقبله الله عنده من الصالحين إن لله وإن إليه راجعون يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي البقاء لله